وكل دولة بتشوف أنا هتأثر إزاي كيف يمكن أن أقرأ مدى التأثير مما يجري على كل دولة من الدول أنا هنا في مصر أبحث عن الكثير من النقاط تأثير ما يجري بين روسيا وأوكرانيا على الوضع الإقليمي أمنيا على الوضع الإقليمي استراتيجيا على الوضع الإقليمي سياسيا على الوضع الداخلي اقتصاديا بالتالي هل نحن بعيدين عن ما يجري؟ الإجابة لا عندي ملفات واضحة ملف أسعار البترول الذي ارتفع وصل إلى أرقام فلكية أسعار البترول وصلت منذ قليل إلى 105 دولار للبرميل وهذا بيمثل يعني عبء كبير على الموازنة العامة في مصر إحنا الموازنة بتاعتنا والميزانية بتاعتنا كان الدكتور معيت معنا يمكن في مرة بيقول إنه عملينها على 66 دولار أو 65 دولار تقريبا يعني كل دولار زيادة في أسعار البترول بتكلف الدولة عندنا عشرات الملايين من الدولارات كل دولار واحد أنا عندي الميزانية بتاعتي في توقعات لأسعار البترول أنا عندي بترول بجيبه من بره ومواد بترول بجيبه من بره كل زيادة في أسعار برميل النفط دولار واحد عبقها على الميزانية قد إيه؟ ده رقم واحد رقم اتنين أسعار القمح العالمية اللي زادت وأقول لكم دلوقتي أسعار الحبوب والزرة والأرز وغيره كمان حركة الملاحة بترفع أسعار الشحن فيتحمل على السلع كمان عندي السياحة اللي كانت بتجيلي من روسيا ومن أوكرانيا فيه ارتباك شديد جدا في هذا المشهد كل ده بيمثل ضغط على الميزانية في مصر بالإضافة إلى موجة التضخم العالمية الغير المسبوقة وعندي كمان سلاسل الإمداد اللي هتتوقف كل ده بيمثل خنق وضغط شديد على الميزانية اللي هي من الأساس ضعيفة 2 رليون إبراهيم يمكن 2 رليون جنيه الإرادات بدعتي وعندي الناتج المحل الإجمالي بتاعه كله 400 مليار دولار